إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ازدحمت الجماهير في الميادين ليشاهد السباق المحموم بين المتنافسين على البطولة اشرأبت الأعناق اشتد الجري على الغبار ترددت الأنفاس تصبب العرق توجسة النفوس انتظارًا لمن الفوز ثم علت أهازيج النصر باسم الفائز الذي سينسونه بعد أيام وغفلنا عن أعظم سباق في الوجود ليس سباق هجن ولا سباق ماراثون ولا سباق كأس العالم بل هو سباق الجنة والنار سباق رضوان الله وسخط الله اللهم إنا نسألك رضوانك ونعوذ بك من سخطك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الحقيقي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما نافية وما الحياة الدنيا إلا أداة استثناء والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر فكل ما ترى في هذه الدنيا من عقارات وثروات وذهب وفضة وملذات إنما هي محصورة في كونها متاع الغرور متاع ما هو المتاع هو الذي يتمتع به ثم يزول قريبا ولا يقال لما يتمتع به ويبقى طويلا متاعا لا يقال متاع إلا لما يزول قريبا متاع الغرور تغر تغرنا بالسعادة الوهمية والخلود الكاذب لقد دلنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا السباق العظيم سباق الجنة والنار دلنا على أبواب الخير وفتحها لنا مشرعة لنتنافس في مرضات الله وفي الخلود الحقيقي في جوار الله ونزرع اليوم ما نحصده غدا كان قافلا مع أصحابه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك فرآهم يتسابقون ويتنافسون في الوصول إلى وطنهم الحبيب المدينة فأراد أن يذكرهم بهذا الشوق لوطن الأرض إلى الشوق الأعظم للوطن الحقيقي في الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فقال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان جبل ثم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المفرد هو الذي انفرد في السباق عن غيره فسبق الجميع لماذا هذا الأجر العظيم لأنه عمل قليل وأجره عميم ويغفل عنه الكثير قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث عظيم يدله ويدلنا جميعا على الاجتهاد في كسب الكنوز اليوم تجد الكثير من الشركات العالمية الكبرى تجتهد في البحث عن المعادن نفائس المعادن وعن الذهب ويصرفون الكثير من الجهد والكثير من المال الوفير ويستخدمون الكثير من الأجهزة والآلات جهاز مقياس الانعكاس وجهاز المجهر القطبي وغيرها للبحث عن نفائس المعادن قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم والحديث صحيح ألا أدلك على كلمة من تحت العرش وليس نفائس المعادن من تحت الأرض من تحت العرش من كنز الجنة وليس من كنوز الأرض لا حول لا حول نافية للجنس وتدل على نفي الحكم نفيا عاما عن جميع أفراد جنس الاسم الذي يأتي بعدها لا حول على الإطلاق لا تحول عن المعصية وعن دفع الضر ولا قوة على أداء العبادة وجلب النفع إلا بالله وحده لا شريك له فاللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أيها المسلمون قد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين جاءك أحد الملوك وأخذ بيدك ثم أدخلك دارًا صغيرًا فقال لك في هذه الدار الكثير من الذهب والفضة والجواهر الثمينة وفيها التراب والأحجار سأمنحك خمس دقائق تجمع فيها لنفسك ما تشاء لتخرج به ثم أغلق عليك الباب العاقل الذي يدرك قصر المدة التي سيبقاها في هذه الدار سيجتهد في جمع ما خف وزنه وغلى ثمنه لأن الوقت قصير والمغبون هو الذي خرج من هذه الدار وقد ملأ على كتفه وقرًا من ترابٍ وأحجار مغبون لأنه فوّت فرصةً لن تتكرر المغبون هو من يصيح في يوم التغابٌ ربّي ارجعون لعلي أعمل صالحًا فيما تركت فيأتيه النداء الذي يقطع عنه كل أملٍ في الرجوع كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعثون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا اللهم عزّ الإسلام والمسلمين وارفع كلمة الحق والدين اللهم عزّ الإسلام بهداية الحكام والمحكومين إلى طريق القرآن طريق العدل في الدنيا والجنة في الآخرة اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا حررته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة اشتركوا في القناة